أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة هذا اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة زيارة للمملكة للمشاركة في اجتماع الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة نقل سموه في بداية اللقاء إلى جلالة تحياتي وتقدير أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء ورحب جلالة الملك المعظم باسم وزير الخارجية الإماراتي والوفد المرافق وأبلغه بنقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخلاص تمنياته لشعب دولة الإمارات الشقيق بالمزيد من التطور والرفع أشهد جلالته بالنتائج الطيبة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة وجهودها المثمرة على صعيد تعزيز مسارات التعاون والتكامل وفتح أفاق جديدة للتنسيق المتبادل في مختلف الجوانب بما يعود بالخير والازدهار على البلدين والشعبين الشغيقين مثمنا جلالته حفظه الله المواقف المشرفة لدولة الإمارات إلى جانب مملكة البحرين وشعبها ومثميا في ذات الوقت على دولها المحورية الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها الخيرة في الدفاع عن قضايا الأمة ودعم العمل العربية المشترك فضلا عن إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ومن جانبه عرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان عن بلغ تقديره لحضرة صاحب الجلالة لما يوليه جلالته من حرص على تعزيز وتوثيق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشغيقين ترجمة نانسي قنقر